من حرب الإلغاء إلى التصفيات مرحلة جديدة تشهدها إدلب بعد دخول الهدنة يومها الثالث بين هيئة تحرير الشام وما تسمى جبهة تحرير سوريا برعاية تركية نحو 27 حالة اغتيال شهدتها المنطقة عقب تنفيذ اتفاق وقف القتال بين الفصائل المتواجدة في المنطقة مما دفع بهيئة تحرير الشام إلى فرض حظر للتجول لمدة ثلاثة أيام بسبب الفلتان الأمني وموجة الاغتيالات هذه وعلى الرغم من أن حالات الاغتيال طالت مختلف الفصائل وبعض المدنيين إلى أن أغلب الحالات كانت من الهيئة وبعض الفصائل المحسوبة عليها أبرز محاولات الاغتيال الفاشلة طالت الشرعية السابقة في هيئة تحرير الشام عبدالله لمحسني وهو السعودي الجنسية جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة في منطقة سراقب يأتي هذا في الوقت الذي لم يعلم بعض الجهة المسؤولة عن هذه العمليات إلى أن تكهنات رجحت أن خلايا نائمة للنظام تقف وراءها فيما تشير تكهنات أخرى إلى ضلوع الاستخبارات التركية ويرى آخرون أن هناك أطرافا تهدف إلى إفشال الهدنة والعودة إلى الاقتتال وسائل الأعلام التابعة للفصائل المسلحة كانت قد كشفت أن اجتماعا تركيا جرى مؤخرا داخل الأراضي التركية مع قيادة في هيئة تحرير الشام لفرض هدنة دائمة ووقف إطلاق النار بين الفصائل المتناحرة في إدلب وريف حلب الغربي في ظل الحديث عن توجه تركي يهدف إلى حل هيئة تحرير الشام في قالب جديد وفصل العناصر الأجانب عنها تمهيدا لتوظيفها في أدوار جديدة